أولاً المراضي أنا أحدي دولت يعني أحدي الحد الاثنين وطمع بكده إنتبه تدرك وزارة من دولت وعليدينا بين المتعرضين من نسبة للكورس تحت سمي كونتركت بحية طبعاً هذا يمكن أول كورس مخصص بأس شركة إنكسوناً طابعاً المنتيج كونفيتر المنتيج كونفيتر يعني حتى بعض الناس يتحدث في الكورس إن الكورس تجدها شيئاً في الترونك كنت نعرف كل الترونك الكنترول وطبع الكورس يعني هكذا بس يميني معنى كده إنتبه في صوريين بقى شغلات يمكن بإيتشواء على الكورس حتى تعرفوا سيداتها في نوع ممينة من الكورس هاتى الكورس طبعاً كله ممتازة لسيمي كونترولكتر سواءً بعد أن تتحدث في الترونكتر أو في السيمين اللي بعد كده حتى غيرت حاجات بكترولكتر يعني هي البيزيس تقع السيمي كونترولكتر في كل التخصصات تقريباً تتجدين بها في الكورس المقراري أيضاً أعلم ببقى حاجة إذا كنت تعرف أن أعملتوش رجسترشن فالسبوع الأول والتاني مش هدى فيه استكاشن الأسبوع اللي بعد حتى إن شاء الله عملتوا استكاشن ثم أنت فيه استكاشن الصفية مهمة إن شاء الله عملتك أنا كنت عندك حتى في الكورس ده أنا فعامك استكشن تقريباً قد الميت ترونك ما فيهاش عمل أنا إن شاء الله عمل ما تعملتش ما فيهاش عمل يعني على كده استكاشن مهمة كده عشان عمالي سنة ليك قد الميت ترونك أشي في مالك عمالك بص نتفضل سرع كده الناس اللي بتتكلف بصد أولاً آآ إحنا فيه كذا حاجة ببقى أكتر من أنه وجود رمضان في الدعافين المتحدة بتلدك تريباً تلدك فده بيتغطق عشان كده أنا حتى هفاهمك بوقت الكورس ونحن نتغير الكنتنت شوية بحيث من الحدة التقيلة كلها خلاصة لك قبل رمضان وطيب السكيشن عندك طغيلة تبتر تحللت عادية المطلوب فعشان كده نتضغي يعني إحنا مش هادين دعاً بقى وأنا بصود حكاً في كده كل وقت يفضل أنا بديك أسايني حاجات طوع التعملي هنا حساعدك أكتر ما كنت تفهم الكنتنت المطلوب بسرعة كده أنا همشي معاك على السيروس أنا عايز طبعاً أنا مش هكورة دلاتي مش هادين واضح قوي الكنتنت بتاعتكل واحد فيه ولكن علامة حساساً مجفرون بعد كده مع كل الليكشن في التفضل واحد تبتدي العملية دي تباً مكتشف هم الكوزة الحقيقي المفروض طبعاً أنا تسمي سيمي كوندكتور من باي إلكتر أنا أحكاً مكتشف عن السيمي كوندكتور دلوقتي الجزء من باي إلكتر تحفظون لك فوقته لكن أنا كنت في سنة أنا أخذت جزء عن السيمي كوندكتور باسي قدر تستطور ما أنا عاوز كيف الكوز كوندكت بتاعك مفروض إنه هيتدي بالكريسر الكريسر الكريسر ممكن تمشي في اتجاه تجري مثلاً خبريت حركة الإلكترون سامعة ممكن تمشي في اتجاه لأن حركة الإلكترون تبقى أقل فميمتدي في الكريسر التركشن الأول إنه يفهمك إذا تقدر تعرف الـDialection داخل الصلد اللي هي تتعرف بما يسمى بالميلر كندسيس يعني لو أنت عرفت ما يسمى بالميلر كندسيس يقولك مثلا ميلر كندسيس دي 1-to-1 1-to-1 هتتبع عرف الـDialection إزاي بالميلر كندسيس وبالطريقة يتعرف بعض الكريسر الخاصة بعد كده طائب الموننج إزاي الميتلز أو سيميكوندكسر بتوصل وبعدها تقدر بقصده بكلنة طائب الموننج الحقيقة ممتعة الكريسر الـStructural بساحل شوية وهو 2-lecture وإنديبندنط عن بقيت الكورس يعني أنت بتفهمك عشان توضع تتعامل بس مع الصلد والكورسات اللي جاي إزاي بدأ الحقيقة إحنا اللي حنتجي بي في الأول عشان أرحق أخطف يعني أنا ده هسيبه ليه تقريباً فترة بتاع قرامة إنه هو حقيقة تتنين ومش مرتبطين ببعض فلوحدة واحدة اتأخذ شوية أو بتقدم فيه مش هتأثر على البقص لكن كل الثلاثة اللي وراء بقى غاية الـDipend دول بقى ودول بقى لو واحدة بس فروتك هي يمكن تبطر تكامل دي الحقيقة هنا الـDipendence الجاي متأهدا في لا مش هتكامل أنا عارف الـDipendence يعني غير كتير يعني يمكن الـDipendence فيها قليل من ده بكتير فلقى يا رجاء هو مصطح هو أظرف وأثر وبالنسبة لك لأمور لكن ما أجيلهش إنه التأجيله هتترقم عليك حاجات كتيرة ومش هتقدر من الجانتها تكامل الجزء الأولان إحنا نتكرم حقيقة على السمي كونتكتور إن إكوين الكلمة دي الحقيقة عشان تتفهم يمكن هتفضلها ساعتين في المدينة الكوليبري المتينة الزيت في آخر الـPort يعني ينصد إن الكوليبري المتينة إن تمامًا عندك هديك مثال بسيط جدًا عشان ليس تتقدر تفهم معي إيه اللي يقصده الموضوع على الكلمة باش مهندس بسامحة أنا راسة عشان أقدر لأني تتقدر تساوق الوزلة فسريعًا نعمل تاجد الوقت بطيب 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 أنت مره اللي فانتي قرفت بكت حاجة اسمها Tinduction Band حاجة اسمها Tinduction Band وقت الإلكترون يتصد والناس اللي بتكاتي مش عاوز الهمامة لنفاق أنت عارف أنك لابت الإلكترون تتبهو Tinduction Band بتطلع على فوق وإنت بتقول في الحالة إذا طلع الإلكترون هنا سر مكان رجولي تمام؟ طيب هي العملية اللي دي بتتنزي بتدي إيه؟ energy الـ energy الـ energy اللي يجبها بتبقى من درجة الحرارة خلاص؟ يعني ممكن جدًا ارتفع درجة الحرارة هي اللي بتديك السورس ده من energy وليه؟ ممكن الـ energy تاخدك كذا طريقة برده وصفة ممكن ممكن تنزل دوغانة اللي ديلك energy خارجة إذا كانت مصدر energy هو temperature فده يجي منها أولا كمنة firmer اللي في الأول طب إيه يقول يبني؟ يعني كمنة firmer اللي بقى جاية منيه إنت فاهمت تقدر تلعايز يسمي الكندكتور بأكتر من طريقة دي؟ الـ energy لكن إحنا هندخس الأول فقط تأثير درجة الحرارة ليه سبب؟ إنت ممكن تدخل معت ممكن تشيل البطارية لكن هتقدر تشيل درجة الحرارة؟ لا يعني إنت بطبيعة إيه؟ أما هي بـ الـ operation بتاع الدوغايس أو حقه موجود إنت موجود بها room temperature صح؟ لو مثلا ما انتبعك تستفلت حتة أسخن أبرد لأنه عندك فيه عنصر temperature موجود موجود ما تقدرش إنها كتب تدجانهم فده السواد من حطر السيسيم الكندكتور تحت تأثير temperature فقط بنوع من الـ energy وبعد كده هقول لك لو عندك المصادة الأخرى هتبتدي تتعامل معها تنتظر البحثة الجسم ده دايما انفضار بالترخيط طب معنى كده ييجي الإلكترون تاني وقت ييجي الإلكترون تاني وقت يخرجوها كافة طب لو سبنا المادة بعد شوية مفودة لها الإلكترون في كلها كافة في الـ conduction الكلام ده ما ما يحصلش ليه ده الهدون ما هيخرجوا في الـ conduction تاني بيتحرق أما بيتحرقوا بيعملوا كل شيء بيبدو يسفد الطبطة بيخدها يروح راجع مرتين بعد الفترة بقى بيخصد التدري اللي طالع واللي نازل فيه طالع لديك وفيه نازل بس الـ ratio بينهم تقع مقدار سيد رودل يصدور كلمة ثرمة إكوليبية يعني سلنا الإكوليبية مهاجدة الحالي بس حتى دي مهمة هل هي static situation ولا dynamic situation اني فيه طالع وفيه نعم لسكن بعد الفترة مثلا اللي طالع فوق هنا مثلا عشر برسكن بيخرجه وتايع برضو عشر الرسكن بينزلوا فوق تاني أكسون بعد كنت جدين فيه اتزال وبين اللي خالد ومثل هنا هندرس كل خلاص السيمي بالكامل under the condition بتاع thermal equilibrium ده في الأول البارت ده عشان برضو اتباع المفهومة دي كلمة thermal equilibrium حلوة يبقى هنا السؤال هل بتاعفين الثرمة الإكوليبية مزليه بالظبط لو انت يعدس عشان حتى دي تبقى واخر لو انت فتحت الدرد ده اخصت طلطة طلطة منه وردت من المرة طلعت تلاته ثلاثة هل عدد اللي هنا ثابت ولا بس هل هم 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 لا ايه بدل الظبط ده السابق بس بتحسبة الإلكترون بقى انتو بتفرئوا لي عشان اشكالكم مختلفة فممكن اللي قاعد يحس ان اللي قدامه اختلفوا لكن لو كلكوا إلكترون كلكوا زاين وبعض فانتحسش ساعتها اللي فيه ايه فتشعر الحالة كانت لو كانت مستدد ده اللي سامت بسبب انهم يتكلمون بكلمة equilibrium يعني الاتزان هنا لكن لو تحسش بكلمة تحترى السلمة equilibrium تحسش بكلمة تحسش بكلمة وشهد تطرباتي تفهمة إلا مع التوكس لكن طيب بعد كده بعد ما وصلنا للسلمة للكليبرا افرض ان واحد حط فيه او حط الالكتر فيه تبتدي الكاريرا نعم تتحضر عشان كده هتبتدي بعد كده على الكاريرا الترانسورت الكاريرا الترانسورت خلونا فيه طريقتين بتتتحرك بهم من الكاريرا يعني انها تتتحرك به الدريفت او الدفوجن كمية الدريفت يعني جارة زي ما تتحط إليك تدفيت بجر الشوكنات لكن فيه طريقة أخرى ممكن تتحرك جاشة مثال لو انت عندك ترفيزة وحطيت كمية رامل عالي جدا يعني وشيلت جدا ايلي بيحصل الرامل بتبتدي نهى بتتحرك بتطلع من الكنسنترات الأعلى إلى دي بيسموها الدفوجن او الانتشار يبقى انت عندك الكاريرا ممكن تتتحرك الدريفت وممكن تتتحرك القرنت والمواع المفتلزة ان الحياة بتحصل لنا في كتير جدا من الدفايس مثال انتو 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 تستخدموا السولار سير او الكالكوليتورز اللي فيها السولار سير او الخليجة اللي بيحصل اللي بيزل على السيرف صح؟ بيكون كاريرا كتيرة جدا عند السيرف الكاريرا دي بتبتدي ايه؟ انها بتتحرك طبعا هنا هتتتحرك بظاهرة الدفوجن فيه لو انت حدود بطارية او حاجة ممكن تتحرك ممكن بفرقة مع كمان موجود الالكتريك فيدي عشان كده دايما احنا هنا هتكلم على الدريفت و الدفوجن وبينتدي بقى معرض بعض الحاجات الخاصة جدا اللي هي كلمة موبيلتي اللي هي قابلية الحاجة الرلاكسيشن تاين الاينشتاين الريليشن بطبط بعض العلاقات ما بين الدريفت و الدفوجن طيب بعد ما انت خلصت الجزء ده كده تبتدي بقى تدريس النوم تكليوري بليام تيسي يعني ايه النوم تكليوري بليام تيسي فراحة جوالع لاحظة وهتحط بطارية ايه اللي يبتدي يحصل لعملية الموشن يعني بقى تبتدي تد السيستيمي الكوندكتور بس مش في حالة السرمة في حالة بقى لو فيه بوتينجال فيه اي مؤسس خارجي اول ما بتخلص الجزء ده بتقدر تشوف اول ابريكيشن حققية اللي هي البيجينا جونكشن وطن الدايوت دول حد غملة وانت بتفهم دوله وتشوفهم ازاي بتصرفها حتى يستخدم كل البيجيشن بتاعت السنين تطلب غرب منها بعد انت متخلص البيجينا جونكشن وطن الدايوت خلاص تقدر تخش على الترانزيستور الحاجات انت حتدرسها في الكورس اللي بعدك يعني انا باونسور بس غاية فقط وتتبقى هنا جونكشن وطن الدايوت وحديك بجانب دول هديك شوية حاجات كده على حسن دلوقتي هايكون متاح بعد كده هكلمات على الضاي إلكتريبس الضاي إلكتريبس رحية عشان نبتلك انت رضاكشن عاديه دلوقتي حتى في الوقت طويل لكن حسبها الى وقت لكن طبع هاتي قولي هالضاي إلكتريبس مهمة مهمة جدا عشان الناس بس برضو تفهمها بسهولة كده مرسوسه الضاي إلكتريبس والفرق ما بين الضاي إلكتريبس و السمي الكندكتر لو انت عندك هنا سيليكون داي إلكتريبس ده الضاي إلكتريبس لو واحد منكم ده حط هنا هنا نيجاتيب بطارية مش هيمر اي كرم اي إلكتريبس يبقى الضاي إلكتريبس مفيش كرم مفيش كرم سيمر من بوست دينة انك وانا البنبتة دي لها باع الاسميزاتيبس انا التامن حاجات هاتي الفريقات كبسر اللي هي التالي انوال تقيتها باعت هنا بأعت هنا بلاس باعت انا حشركه لك هنا التالي هاتي الفورت اللي انت بتكضوه هنا ممكن يجعوز لك هنا نعمل بها كثير جداً من الوضع الغلقات يبقى الغلقات ان انا اعمل مهيئاً من الوضع بدون ان امرر يبقى هذه كثيرة كثير جداً من الوضع وانواع الضيالكتر بسوء اللي بيخلي القارنطينة او الوضع يعني يمكن تقدر تعرف ان بسبب هذا الضيالكتر وانواع الضيالكتر التعامل النوع معايا من الوضع يسمى الوضع او الموضع ده 29.9 ميليلترونيكس اليوم بتعتمد على الموضع اما انت ترجع على الموضع ترجع على الموضع حتى احاولك يسمى الموضع يبقى عندك هنا منطقة هنا منطقة هنا منطقة الموضع هنا فيه سيليكون دا هو الدير الكتر الوضع هنا منطقة الموضع يعني انا ده متى. ده بيبقى الامنام مثلا او حاجة زينا. لو تخلي بغدا. هل من السيليكون ده اوكسايفر؟ هيعمل الطيار ده؟ لا. لكن هو بيقدر يعمل التشارجز على السيفس. التشارجز على السيفس دي بطريقة ما. ممكن تخلي الطيار هنا المر او لا. إلا الطريقة دي انت بتستخدمه في الكنترول. عشان كده ده بيسموه موس اوكسايد و هنا سيمي كونتاكتور ايس. ده المشهور بجملة موس اوكسايد. نهره السترول الموجود قدامه ده اكتر بقولك من 99.9 من الدوائر. الترنيه كله بيستخدمه. يعني الميثال في تشكل الترانزيستر الواحد. على سبيل الميثال مثلا في الايكور 7. في من الدفايف ده تسعة تريليوم ترانزيستر موجودة عندك داخل الدجاج. لنديكم فكرة بالانتجريات السيركيس الليين. ولكن طبعا النهاردة التي تستعرفت هذه الأحاجات دي. ولكن يعني تبقى مستوى للدانتشى التي تقص خيالها. شعرت راسق ليش معنص. لو عملتها، كروس سيكشن. طاقت تعرفت بتخفربت عليها تحت الميكروسكوب. لو دي شعرت الراسق. هنا الحكاية دي خمسين الف نانو ميتام. عشان تستبع متخابع يعني لو مستش عالتراسيس عم تغير بروس سكشن الدائمتر بتاعها في الدول كان 50 ألف نانو النهاردة الدروفايس دي البعد المنهامل هنا 7 نانو ميتر بس عشان تتخيل يعني الحجام بتاع التراسيسر دي صغيرة دي و عشان كلا طبعا بتتعمل بليونز و بليونز طبعا كل الدروفايس دي بين البرعم لتاحيل baru-fit Car ξject semi conductor بكل التأكل يعني كل 두�بستردي تاح Chiliviris العليب نتيبي طيب كده انت بلقص ا diseases يا سنبتع بتحصل Planning ثم نقيليد بعدين alleen بعد كده كده فيобраз عن التنواتي صوت و الجزائق يعني في الموكلة العدد بتغسد بتكن مصل الترمية هكذا بتحصلamo أصدها البطارية ما تضطرش اتمرار لك حماية الطيار إلا لو المتر دجع لفرطة جمعنا البطارية دي يوصل ضمن وقفة يعني يوصل الطيار وما يوصلش أنزل هتلاقي هنا فأنا أنت محتاجة الثانية تكون قليلاً من الأول عشان تفعل المعادلات وبعدها أرزتها إذا ما تحط بطارية دي هتعمل لك زيادة من الكب زيادة كبيرة تتعمل معنا طبعاً الطرمت اللي بيمر من هنا إلى هنا يومها يمر على طريق دريفت أو على طريق دي فيوشن دي نحن فالآن السبب أنك تبتدت في التوبيكس واحدة يمكن دلوقتي أنت تبتدت تفهم إن استحالها لك تفوت واحدة وتكمل الباقي هي كلها هتبقى تبادي على بعضها أو لما تقلقش إن أنا حيلاً لما تهمش بالكامل ولا بالمث إنه يعحد أنا دايماً ليه إمام كبير جداً بإنك أنت تفهم الفيزيكا الميني كوي إسم مرحلة لك دي ضمن فدي حيبقى التركيز جامل جداً لأنك تفهم الحاجات الأكتر أنك تحفظ المعضل بعد كده أنت عارف كل ما حاجاتك يبقى فيها فورم راشيت مفيش ماجهة هتبقى أنك أنت تحفظ وأنا حايتم هلأ دي صراحةً تحت إن أي إيزان أو قويس حيكون عنها حتى تبقى فيه فورم راشيت المرة اللي أنا هديك الفورم راشيت من دي واحدة هتنزلتك فورم راشيت اللي هي هتجيلة في الفاينت يعني هتجيلة في الكويز هلأ قمش بيع كل أنواع الكويز ذي مرحلة من دي يمكن أن الـ topics الأولاني أو القارت الأولاني هديك زميلة بكرة إن شاء الله أو المندوق الدفع تعطي إرفع حالكو إنه مش في مشاكل فيه الـ LMS وغسى الهيس الحقيقة فهوصلوا لطبق حاجات عن طريقهم لابد ما تستطر الـ elements فأنا باش مانزل رساحت أخير بس هنا على distribution محاني وعندوا معكم مشكلة في التارم الأولى هنا تبدو تعملوا الـ Registration ما خدتوش بركو إنو كونطوم ميكانيكس كان 1-2-1-S هيا جماعة بس لتهمون الفقط الفالة التي نريد من الكريتت هي الـ S بفقط ان الـ mean stream لازم على الـ S انو تفتكروا إنو كان 100 تارم وكلو تاربتكم وكمع تهلا كانوا تختلوا الفاينت من 40 إنو كونتو بتعملوا الـ Registration عشان ماخدتوش باركو انك تسجل الهيج اس او بدون اس وطبعا لا الكابيميك ادفايزور عدو بوش عسا ولا اخد بيجب طبعا غاية اجابة التحانة بفايدة اختركوا الدرجات تخطي بالي لان طبعا الليميز انت الان ستين موما ربعينك شكرا مش عاوز يرفع الدرجات بتاعتي المهم وانتو بتسجلو برضو بالكورس الهي بالكورب بتاع 1-2-2 اس مش 1-2-2 العادة فلو انت بتعمل سيليكشن او ليك سيليكشن اختار طبعا اللي فيها الهيس عشان عمالي السنة بتاع التطور مصبوطة المهم هنا ادي ديستردوشن 20 درجة متر 20 درجة دور السيليكاتي ما تفشل الهيج اس وانتو بتسجلو لازم نكون منطقتين انت عددكو سيليكو لو انا اتحاوز اعمل ريبوكت او أساني منطقتو بيجزة صفح او استعادة وخصوصا كمان انحنا عدد المعدين في مستقالة في المعدناشة الا 3 فلا يمكن 3 هايكوور اعدادي اولا بطريقة 6 نصف فغالبا يعني حتى بقى المسائل اللي احجالي انا هاتيكوور المغادة هجيبها اتمره او الخطعات اللي تغيبها بالحلول هتظرف مع سيشن بس شرط ما فيش يعني ريبوكت انا هتدينك بسرا بس هتلك انت وانا هنزلك الحبور عشان تشوف نفسك انت قد بترفع ماذا باش مهند اسم نفنته بمطي صوتك عشان هتدي البارت غير عاوزو بدا بداية السيميط ايو عدو بقى مفنته لازم نفنته البارت اللي اوليني اللي هو مفروض بابنة مستحيل الشمس في الاسم بابنة مستحيل الشمس ينايران اذنين ثلاث ايسا ينايران ثلاث ايسا ينوز وحياتي ثلاث ايسا ينايران الحالة الأولى التي سنأخذها، سأذهب معها كده سريعاً فيها ونظر واحدة واحدة براها، نفهمها كويسة فيزيكية بصمت براها، هي نازل بالتأكيد أول شيء عندنا سمي كونتوبتور مودل الناس يتتكلم عشان فيه أنواع من المودلز يوسلس، بس هكي تقولوا يبتدهاني بها مثل الأولى التي تبسطت، وهو البوند الموضل، حسنا، هل ما هي المرفوض بالبوند؟ الحقيقة البوند الموضل لن تتعامل معه بعد كده، يعني أسماء شغل كله يتعمل بالباند انرجي موضل لكن هناك ناس يتقول ليه بتقول البوند الموضل؟ إن كل أسماء السمي كونتوبتور، ومعناها تحطت من الموضل الأولى، فلو أنا عدته لك، هتلاقي ناس فيها عندك زي كلمة مجوريتي كارير، مينوريتي كارير، هتقول ليه بتصدوا مجوريتي كارير و مينوريتي كارير، برضو مفهوم الانرجي موضل، مشروحنا بطريقة ديسكريبيتف، شوية، لكن على الأقل بيتيك الكنسيبت على الانرجي موضل، هتحتاجوا، دول الحقلين انت هتحكيكم من الكورس، طبعاً أنا هتبتدي أنا في الحاجات دي، هفكرك بيها شوية، في الأول عشان برضو أقضر من هنا، بعد كده بقى هنبتدي نشوف بعض الموضل، دول الحقلين، بس هنا هنركز عليها في السمي كونتوبتور، اللي انت أخذتها معي كان بوكس، لو كنته سويلا يمينشا، حسب تلو دول الحقل، لو هبتدي أتعامل مع السمي كونتوبتور، كيف هي الإلكترون اللي انت درستها قبل كده؟ عالماتيكة تستخدمها هو السمي كونتوبتور، بعد كده هنبتدي نشوف ما يسمى بالفرمي دراق ديستربيوشن فونتشن، الدستربيوشن فونتشن هنا اللي مقصود بها، الإلكترون ازاي بتتوزح لو أخذت إنجي، يعني هل انت لو اديت الماتيريا مثلاً سخنتها لتوتميتر، هل كل الإلكترون زر العادة بتأخذ نفس الإنرجي، هتلاقي فيه الإلكترون أعلى من الإنرجي؟ من الإلكترون الثاني، الإلكترون بتقدر تتحرك بقابلية تحرك أعلى من الثاني، الدستربيوشن ده بقى اللي حتدي في حالة لو ما يسمى بالفرمي دراق دستربيوشن فونتشن، بعد كده هنبتدي نعرف السمي كونتوبتور فيه طريقتين من توصيل، طريقة عن طريق الإلكترون، طريقة تانية عن طريق الهورد، فلازم تبتدي تقرأ عرف إذا تحسب الإلكترون والهول كونسنترشن، بعد كده زي تحسب يعني الانترلانسف كارير كونسنترشن، دي حتى تفهم معنى الانترلانسف كارير كونسنترشن، أو بس مكلمك على الموضل الأولان، بعد كده موضوع الإلكتروني، الحقيقة مجموعة الإلكتروني ده مهمة جدا، ليه؟ هؤلاء دي أنت أي أتم فأصلها متعددة، يعني أي أتم في الدنيا، عدد الإلكترون فيها قد عدد البروترون، طيب، حتى لما هنيكني تتكلم على أن طيب هو بيتروني، في بعض الناس تقول لك أن ده فيها زيادة من الإلكترون، بي فيها زيادة من الهول، لكن سؤال، الماتيريا الأساسة نيوترل، فهنا برضو إزاي بقى تتعامل مع فطر البروتراشين الالكتروني في دي، مع عدد إنك انت بتقول إن في بي طيب ون طيب، لازم تبقى أضحى بالنسبة لك جدا، عشان طرح تستخدم معادات السيمي كونتروني بعد كده، بعد كده بقى هبتدي إن أنا أتلمعك عن حاجة من زمية الفيرم ليبل، لقد ما أوصل في آخر اللكتروني إلى السيمي كونتروني، دي خالي بقى أنا مديد كده بيتروني دي، مارتلاكش إن سيمي كونتروني، دي خالت لك إن إليكترونيك سيستم، خالتها لك إن جنرا، متى سيمي كونتر أي حاجة، لازم تفهم بقى السيمي كونتروني هتتعامل معاه إزاي؟ إنك زي ما كنتم شفته هنا، الحقيقة ناس كتير قابل تشرح على السيمي كونتروني فقط، هتبتيكي مشكلة إن الدفايس داي ده، في ميلي، وهنا فيه إن سليدر، وهنا فيه سيمي كونتروني، هتلاقي الثلاثة موجودين، فانت في الحالة كانت فعلا الناس تفهم بقى ساعتك، السيمي كونتروني، لأي وسيلة، معناه سواء كان عندي متى أو سيمي كونتروني، كده ده هيقرف في البارد الأولاني بالشكل اللي موجودة، دلوقتي بقى هتدي معاك بأول آيتل هنا، اللي هي الأولانية، عشان فيها بعض الترمينولوجي والحاجات تفردارك منها، اللي يسموها، بوندن مودل كونتروني كريسل، دي هي حقيقة، يعني أشرحها معاك، في بعضكم، قلنا بيجي برضو، دايماً عندهم مشكلة، الإلكترون والبورد، هيتعمل معهم إذن؟ وهل الإدنين بيكشوا أكثر بعض، ولا مع بعض، الكرنط، لو فيه الكرنط للبورد، هل يتجمعوا ولا؟ يتجمع، دايماً إسألة عندك، بعد أسبوع، كان دايماً تتجمعوا نفسك، وفقق على حياتي دين، حياتي عشان تجاهدك كويس، لازم تفهم البند مودل دات الأول، أو البند مودل دات، اللي مقصود دين، عمداً أنا هشرحولك، وهارب معاك، بعض حاجات دينس كده هده لك، بصوا، جوال سلايبسي بعض الرسومات، طبعاً، هتجمعوا مثلاً، يعني، هنا أنا، أنا أحبتها باكش، لكن، هجب هناك، خلاياً، سلايبسي وحاجت لك الثاني، حاجات 3D dimension، في ماضي الحاجات، هكتب هولك، بصد، انك انت تفهم، شكلها الطبيعي، طبعاً، عملي ما أجبلك الأشكال دي، مثل الإنتحان أو حاجة، يعني، لازم تمايز كويس، بأنك تفهم الحاجة، ولماء، حاجتب بلنا، يعني، لكن، بشي كبق حاجات 3D عشان تقاط لايه المعادلة الدخلية، ولكن، لازم تفهم بردف 3D، إيه فرق؟ على صبورة فرق أول، بس، سنقشر كده حاجاتها وضحلها، وبعد يلنغع تكمل على حالة لشانسة الناس يتفقدم أول شيء أعوذر تنظر السيليكو 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 واحدة نشتغل دائرة وأنا ببتلت السبب أن أكثر من تسعة وتسعين في من الإلكترونيك سيركتر بتتعمل عدد السيليكو لكن في عدد بلاي جدا بتعمل بالداليون في عدد بلاي جدا جدا بتعمل به الجرمان المستغل السيليكو هي الوئيلة اللي بيستغلهم فيها الداليون في الصناع فالشيطة بيّة وحنا بلاي شخص نسرحين مجردين لكن أنت الفروق ما بين التلاتة حوضحهم لك دائمًا لأنه طول ما أنا مشتغلت هتلاقي دائمًا مركز على السيليكو لكن بالإنالوجي الحاجات الثانية كلها موجودة كل السيلي كوندكتور الأول تشيل الأفير بتاعها يعني أنا بهمنيش الإلكترون دائمًا بهمني إن هو في الآخر خلاص كل السيلي كوندكتور هي موجودة فيها أربعة إلكترون في الأول تشيل معنى كده أنا هتكافوا بتحيبة كما على طول أربعة أربعة وعشان تستطر دي عقص عشان تستطر مفروض الأربعة دي يوصلوا لكامل لتمنى خلاص إذا فهموا بقى إحنا ما نجي نفسك دائمًا كده نفسك دي تقنىها الأكترون ولكده لو أسمين أربعة دول كما لو كان دول الأربعة اللي عندها الدول يمثلوا البومز اللي موجودة في الأوتر شاك خلاص؟ يعني أنت مثلا السيليكون معروف فيه أربعتاشر إلكترون أنا مليش دعوة بالإثنين اللي موجودين في أول لفل ولا ليا دعوة بالموجودين في الليفر التاني لقد كانوا فقط على الأوترشاد اللي هم الأربعة الموجودين في الأوترشاد طيب يبقى إنت الآن فيها دي ثارة السيليكون النفسها هي جرمانية يعني أولا هتكلم عن جرمانية برضو جرمانية هتلاقي عدد تاني 28 نسمة تدعوة بالموجودين في الأوترشاد اللي هم الأربعة بره لها نفسها طيب سويا دي نوع أعوزة تستطر هتعمل شيرين للكام أتم ستاكم أربعة وثائم يعني أيه بالفعل؟ هي جاءة تاخد فرد سيليكون هنا الأولانية تبقى أنت فاهم عمليات الشكل عشان كده نقول إن دي كورغلاً 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 ترواب التساهمين كل أتومس بتساهم بواحدة مع الأتومس الطيب فقط، لو الشكل بالمنظر اللي موجوده الآن هل عندك أي إليكترو يتحرك؟ لا، عشان كده بنقول بقية إن عند T بتساهم زيرو ديجري كيل مش ديجري سنتجري ميتين ثلاثة بسبعين أتكلم على زيرو ديجري كيل الملدة دي بالضبط تقنعها إنسيلي إنسيلي ما انتدهاش فيها أي نوع من التوصيل لأنك ما عندكش إليكترو واحد يقدر يعمل عملية التوصيل طيب، عارفين تي بقى أنتو أما كنتم بتتنسوا البلانك فيوري دي معنى هاي لو عندك إليكترو البلانس باند فول أوكيوبار الكندوكشن باند فول إمد فاضي تماما والمسافة دي سهي مثلا إنه الإيجاب يعني الموجودة عندك دهية كانت مثلا من 0.6 إلى 1.5 الإيجاب يعني إيجاب دي قولية مش عالية هل هنا في أي نوع من الكندوكشن؟ لا ليه؟ إحنا قلنا الشرط الكندوكشن إن فيه عندك إليكترون قادر يتحرك أو إليكترون جوه الكندوكشن باند لو أظنوا كلهم هنا كده بالمنظر ده وده إنتي تماما ما هيدي تي تنظر 0 ديجريين كبه خلاص؟ باند بتقدر تكسر واحد من الكندوكشن ده والكندوكشن ده يصبح فيه إنه هو تموف أو إنه هو يتحرك يبني أنت فهمني أنا طبع حركة اللي بقيت لها شوية عالجوندين ده طبع قصر ده بيسموه باند موضر وانت فهمت بقيت إنه باند موضر بأدنين إنه هو بيتصرف كوندوكشن باندو وفينه باندو وانت بتعدي الزير هنا ما بيتصرفش كترة أو بتصرف هنا بفكرة السمي كوندوكشن إن كل واحد مربوط ببوند بالأتمز الرجاية وهيكتري يشوف البوند بي هكتري تتحرك إزالي فده السبب إنه كنتك كنت تسمي ده باند موضل هنا بتقول بوند موضل دول التو موضلز اللي احنا بنتكلم عنه يعني لو رجعك بقيتصار دلوقتي شوية مغرق تفهم إيه الفرد التو موضلز يعني هنا باند موضلز باند موضل يبن هكتلم على الطبيعة دي من التواصلات اللي بعد كده حرمي ده خالف فهتكلم على الباند موضل هاولي تقول إيه ده قدرت بس فهمك يا سمعي دلوقتي لو كنت قلتلك من الرسمة دي انت سخمت شوية ويجيت قصر هل أنا قلتلك قيمة الإنرجي كامة؟ لا استطاعها ولا يعني هل الرسمة دي تضبح لك يجيب كامة؟ لكن لو أنا قلتلك إليكتور من مضة جامة يبقى على إيه أخذ الإنرجية؟ ليه ليه؟ إيه جامة يبقى فهموا بقى البوند موضل دي بدين دي الحاجة متفاهمتين لي بيحصل لكن قاقياً للحسابات ما تقولكش الإنرجي الفاليوب بتاعتها بكامة ده السبب إن إحنا في الآخر خالص هنرجع لديه بس بعد ما نشوف بعض الترمولوجي وبعض الحاجات هنا إنها أسهل بكتير إنها تتخل لاجه مثلاً أفعل جيته أنت ستسخن قاعدة كامل، فيما أنت ستسخن قاعدة من الانرش دي تصل إلى الهدف لكن هنا طبعاً الاسمة دي نقطة رجل حاجة من ناحية قيم محطوطة بزبط لكن هنا طبعاً الهدف محطوطة في كل اسمي الكونتاكتر فقدر تحصل ثم الانرش دي نحتاجها أدخل طبعاً، هنالك دي بقى مقدر مش عاوزينه ونبتدي نشوف هنا ماذا نحن 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 نوصله؟ طيب، بصوا بقى ماذا نفعل؟ تعالوا نشوف بقى التو تاكتر لماذا نقول أن التوصيل في الالكتر او في السمي الكونتاكتر ممكن يكون عن طريق الالكتر وعن طريق الهدف الظهور، طيب، بصوا بقى أولاً، احنا هنا انكسرنا كتب واحدة والاقة تدعي ايه؟ الالكتر، المكان دا أصبح خالي والاقة يبقى انت هنا، لو قصرت وان مقدر هتقصر على وان الالكتر، هتقصر على وان؟ فوق، ساقونا لك، تمام المعندق دي تبقى بقى، لو حبيت تكتبها كده أولاً، ان النمبر هو الالكتر، ان تساوي البي البي يقصد بها الهدف بصوتات، اللي هي الهول ما بكتبها شيئش، نكتبها هنا دائما بايه؟ بي بصوتات يعني، النمبر نيجاتف ود بصوتات، الالكتر اللي خرج بي، الهول اللي تكونت هنا أو الواجدت هنا الهول اللي تكونت هنا، الهول اللي تكونت هنا ده لازم يساوي المعارضة، ايه المعارضة دي بقى؟ اللي هي عدد الاتوم اللي تقصر، يعني سين يساوي؟ لو رتلاك انت كنت عندك هنا في تخرج الكريستر بقى، هتتكرك، هنبقى هنا فيه بونت، هنا بأتوم الثانية بونت التانية، خلاص، ما هيتكرر بقى الشكل ده؟ لو ترى ان انت عندك في 4 اتم تتقصر يبقى معناها ايه؟ 4 الالكترون ولازم تلاقي 4 ايه؟ عشان كلا المعدد هي فالد ان الان بي تساوي الام اي وانت فنت بقى ان الام اي دي هي عدد الاتم اللي تتقصرتك لازم تساوي عدد الالكترون تساوي عدد اتم طبعا انت تتوقع ان الام اي دي تتوقع في ايه؟ ايه؟ ايه عن درجة الحرارة كل ما ترفع درجة الحرارة بكل تبتيد تقدر انت تقدر تكسر عدد اكبر من الى قتل يبقى دي معلومة نظم نشوفها طيب هتا توقع انها درجة الحرارة ولا في حاجة تانية مهمة جدا حال ما تنخفش على النوع المدى؟ ايه؟ ايه؟ نعمة نعمة صح والوضع؟ يعني ديكم مساوي هتشوفوا بقى اما نيجي نتكلم على ضبطة لابد سوف تقدروا بقى هتفكر في البان جميع ديكم مساوي بساوي لو عندنا توسسين الكندكتور واحد قري الشكل بتاعه كده زي الشرمانيوم الاججاد بتاعه 0.66 وعندنا شكل تاني كده زي السيليجر بالنظر ده الاججاد بتاعه 1.1 الاججاد لو انت عاوز تطلع الاججاد من هنا لهنا والاججاد من هنا لهنا الاججاد في شرمانيوم طبع عشان الاججاد قليل الحقيقة ممكن تسخل اتنين من نفس ضربة الحرارة لكن ما يحصلش نفسه عادة الكامير بمعنى اصح ان دي مفروض هو هي فمتن في ضربة الحرارة والاججاد طبعا كل من الامور الاججاد هي بقصوب لها نوع الاسمي واضح دي دلوقتي يعني بصوا موسيقى هنا ده يبيينك كل ما انا هتتكلم معاك تجد ان دايما البانت هي الكندوكشن والفيلانس ادقى لما تيجو توصف الحرارة طبعا نعم وانا مش مطلق اكسرت وان بونج اه مه وانا مش مطلق اكسرت وانا مش مطلق اكسرت وانا مش مطلق اكسرت هلا اكسرت الا واحد اكسرت البونج ده يمثل 1 إلكترون التاني ده يمثل إلكترون 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 إذا كسرت 1 بونج إذا كسرت 1 ودعم إذا في 1 لو إذا كسرت الإلكتين دوم مع بعض أبريك إذا عندك 1 يكسره والتاني يكسره لكن هذه هي عدد الأبريكس التي تسبب الكسر فيها هتدي لك 1 إيه؟ دائماً ما يبقى فيه اللبنين حتى لو فقدت واحد حابقى البرطباب للتحت تاني قوّن أو بتو إيه؟ أكرس فهي قال ليه وممتكسرش نفس البونج ده تطرق كمام؟ يعني السوداء عشان كان مبتلك هنا يعني هو بيمثل لك الحاجة بس الطريقة أبسط سويا يعني الكلام ما كنتش هتسأله لو ما جيت لك طبعا؟ إن كان هي عشان الرسمة بيتخليتك تفكر طيب نرجع يكمل بقى الاختران بقى مرة تانية طبعاً باش مانسل فانحنا خليك مانحنا دي واحدة بس عشان هنا حتة الناس طبعاً التوصيل الهول تلع فيه والإلكتر والتلع فيه هتقدر تفهمها دلوقت بصوا أولاً دي أنا اتصلت لك وحطيت أي إلكتر كين في الإلكتر كين بصوا بصوا هتقدر تلع فيه حيشده في الاتجاه عكس الاتجاه على طول يخونا الحدة دي فوندامانتل عشان تتنساهاش كبداً ارسل بررر قول أنا أحط هنا الكلاس وهنا المايز خلصتها الكلاس وهنا المايز يبدأ تجيه الكتر إيه؟ فيل. لو عندك الكتر رفق يهدت بصق و بعد حتوصى خدر يبع عكس الإيه؟ الفيل مباشرة. يبا تينا الكترون هتجي عكس الإيه؟ الفيل. بسوأ الليلة من دنوقتي اللي بقى فيها، ممكن يسابه الطائراء أو لك؟ هنا المكان اللي انت اطلقت عليه مش المكان ده فيه تشارج مفهودة مممكن جداً بوند زي دي اللي اللي بتنططه جاي صح والغاية؟ طيب، لو البوند دي جات هنا لكن بس جاي ليه؟ ان الفيلد ده قدري بدي شوية انجة صغيرة في دي هنا ونجد منها تطحق لغاية مطط من هنا الغور دي اعتبرت وكيد هل تخيل؟ 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 طيب، ولو تخيلوا ان الغورد دي راح الالكترون ده جاهن حتى الغورد دي جات تجاه تنجي دي وله تخيل؟ معنى كده ان وجود الفيلد عندنا جداً بالالكترون الفريوة لكن الالكترون اللي هي مازالت في أمكانها اتدعي صادها تستيربز برد فالتستيربز لك مش ننزيج الدوجود الهول طيب إلا معنى كده لو أنا عاوز أشوف النيت موشن لو السيمي كونتاكتر الحركة النيت لسيمي كونتاكتر هلأ وقدرونها فوق الالكترون ولا أنا أقول إنها الالكترون وهو وهو صح أو لك هدي كده اتخاموها إلا معنى كده السيمي كونتاكتر اللي تكسر ومشي منطلق ده هو الالكترون لكن المكان اللي ساقه هتبتدي الالكترون انتمل هو بيهو يعني تنطر تختص هالك قوازات جده يبتدي بنقله ويتنطره القوازات برضه بتعملها في عدد الالكترون أو في مادة السيمي كونتاكتر يبقى توصيل الالكترون زي ما حتيك تفكر فيه مش زي المتاكتر المتاكولار الالكترون في إيه؟ فقط إن ما فيش كونتز بدع الهول فيه المتاكولار الالكترون المتاكولار الالكترون حرابت حرابت فيه دخل لكن هنا هيبتدي أكثر طيب بصوا فقطوا على حاجة تانية مهمة هو دلوقتي أما جهت الالكترون منطل من هنا كما لو كان الهول دي أساساً بوزة البتشارج ليه بوزة البتشارج يابا؟ وضعنا هم بيسنكوه ايه؟ بوزة البتشارج وقفة تانية مهمة فمسلك الحاجة تتخلمها اترى بصيت ميجي على بطن هي نيوترع نيوترع طيب أما أنت ضيارت جهت منها كما لو كانت المكان ده أفضح إيه؟ بوزة بوزة طيب المدينة أقطت جاء تاني كان البوزة براحت دي جاء التاني طيب المدينة أقطت تاني كان البوزة براحت إزاي؟ دي جاء التاني انت ممكن تبص ان الفين اللي مربوط عندك بيسحب الالكترونس كده لكن بيعجل الغرفان يتجاه مع نفسي كان بص فقط يعني لو انا عاوز بص يقولك البصد دي جات هنا البصد دي جات من هنا يبقى دي بحركة الشمس يبقى بصده هنا من البوند مودن من الاسف الالبوند مودن كده ستجاه فحطينهم مين كده؟ لو انت حطت الالكتر فيه فعلا الالكترون هتتحرك عكس الفين بكل تأكيد الالكترونس اللي بتنط برضو اتجاه ليه؟ عكس الفين انت يبتمشي انها بيديها انجر لكن ممكن تبص الالكترون اللي بتعمل هو بني بدل ما تقول الالكترون مط من هنا لها ومن هنا لها كانت بتقول ان الهول مطت من هنا لها وبعدين من هنا لرجاءها التالي يبا انت بتبص الالكترونس اللي كانها ايه؟ بس انت تتحرك مع الاتجاه اللي ايه؟ الفين فيه احنا تعمل مشكلة في الحتة دي مفضلة ابدو مكامل يبا خلي بالكم هنا الحتة دي خطيرة جدا فعليا لو واحد مش عاوز يبص الالكترون هيقول انا عندي نوعين من الالكترون الالكترون زي دي فري سنيعة بتطل تتحرك بسرعة جدا والالكترون تاني اكيد بتمشي قطة ليه ان عملها ايه؟ تتنطر تعمل ايه؟ هو يبقى هنا سواء هل الالكترين جيوا الناس لقابل الالكترون اول واحد اسرع من تاني؟ بعد اسرع من تاني هتقول ان الالكترون الفري ده هاني جدا بسرعة هتجي تقول ان الالكترون اذا العملها تيجي هنا بعدين تموته بعدين تموته من هنا لن هنا اه هي هتتحرك برضو عكس تجاين فيه بس انت تتحرك قبل ايه الحرك ايه؟ اهل سنة يبقى معنى كده ان انت تقدر ان ممكن تتكلم معه ما هتتعاوز تتكلم بعدين على الالكترون خصوا بقى الصعوبة في الالكتر هتقول انا هتكلم عن الالكترون السريع اولا الوطيق فعلا؟ لكن لو انا اخبتها الالكترون مبول هل اذا في اي نوع من لابسة؟ لأ هتقول على طول الالكترون ماشي معه احس بتتحرق في الاتجاه المعدس بقى، كده وصلنا إلى حكتين المهمين بقى هنا من فضلكه، أول بس كونتوجة المعزة اللي موجودة قدامنا إنه بجيب يساوي لان مآي وإنت فهمت إنه مآي تتوقف على حكتين تتوقف على، طمعا التنفلاتشي عشان ده لأيديك الانهلي تاني حاجة هتتوقف برضو على الإيجاب الهجاب المتيري إذا لك تفهم إن الـ Conduction Mechanism اللي أبدأينا نتلم على الـ Carrier Transport هيا معين عندك من الـ Carrier Transport Carrier Transport قتيجة الإيجاب وكارئة Transport قتيجة الهول اللي موجود عندك فيه حدا عندك أي سؤال هنا وفضلك طيب، ناتع بقى النوع ده، طبعا هالواضحان فيه أي أتوم؟ ركزه، خارج السيليكوم والذي pure سيليكوم ده pure سيليكوم، ده بنسميه Intrinsic Materials Intrinsic Materials اللي هي المادة إيه؟ واحدة بس هم نحن رجع لك ديها وحوارينا المقصود بالـ Intrinsic Materials يبقى من تسمع كلمة Intrinsic Materials تفهم إنها مفيش دوبينج مفيش أي عنصر خارجي انت كل اللي بتتكلم عنه المادة الـ Pure اللي عندك اللي هي Pure Semi طبعا سؤال، هذا المعدة دي أقدر أكتبها تفهم كده M B سيبدأ ما هيسة هل تفهم؟ هم؟ تفهم؟ ليه، ما تكتبها تكتبها كده؟ تقولني N هي نفسها النهارة الـ B هي نفسها ايه؟ هم هي نضرب ده 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 تعرضه؟ طيب، معنى كده إن المعدة دي ما في دوبين تنقذل في دوبين؟ في الـ Pure Semiconductor حتى تشوفوا بقى عندكوا بقى مشكلة يا دي اللي حتى بقى عاوز اليدة الجامل جميع أنواع السemiconductor المعدة دي كانت حتى لو كان Pure أو دوبين يعني يعني دي رجع تعتك إنه اللي زبعت فتردوا اللي هي نور كده إن الـ B هتساوي إنه I سكوير دي ما في دخل وليتين يكون؟ دبعا، حتى في السemiconductor اللي هتعمل له دوبين هتلاقي برضه إن عدد اللي أنت في عدد الـ B هتساوي إنه I سكوير ف لو سمحته مؤقتاً اكتب على دي كده general دي اكتب على الـ general كومنت ده طبع هتساهموا لابقى هتقدر عائل في دبقى فوترة طويلة جداً إذا العدقة دي مفتوطة قد ما هتبتها لك بالماشة هتبتها لك فيسيك يعني هتبتهم لك بلدين هتبتك ليه أنا حتى هيبع عندي دول المادقة في هتقال أكتر من الـ B برضو المعطلة دي هتنزل؟ بلا أنا بيه حدام كده حدهارك في النص حتى أبقى معادها في المالكة أنا عارف حتى أبقى ساعدت ما أنا بيهلها بقى انت عاوس تقديد الكلام ده؟ بلد ولا بلد يعني في الـ B وبينة جداً ولا بلد؟ بلد طبع هتيجي تقول لي هتيجي تقول لي هو الدوبينج بيعني إيه؟ يعني إتا تقول لي المادة لو هي عملت الدوبينج تعالي بلا قريب لو عملت الدوبينج إيه يا حسن؟ بصوا، إفروحكم كده نرجع على بسرطة باش مانسين؟ عارفك أنا كده خدت لك سبتة سبت سلايز وورا واحد انت مش حاسس، ما تشوفه مع الـ سلايز هتفعل لكن يعني بتتكلمت بسرعة لهم بقى أنا والله حاجاتي بسهلة جداً، لو في إنتاقى دايما هتا تتعامل معنا بسرطة باش مانسين؟ باش مانسين؟ بسرطة سمحتك، الناس اللي بتتكلمت تعالي نقص المادة لتجهور دي هاتي قادي كده قصت الناس اللي بتتكلم مفضلكم دلوقتي هتفهم بسهولة جداً انت بتدر تعمل زي المادة إنه مادة دي والسؤال برضو، هل المادة دي حتى بـ نيوتر او موت نيوتر؟ دي حتى مين يجد؟ دي عمد المادة اللي قدابت بـ نيوتر ايه؟ نيوتر ايه؟ إنك الأتم دي فيها أربعة بوزوتر قوة مثلاً تخيلون فيها أربعة نيكة البرد صح من الله؟ أربعة شرطة وفيها أربعة قوة والبرد والأتم الثانية والثانية طبعاً إفريدون إنه واحدة عن شاي المادة اللي كده واحدة من هنا ورايك حاطبت مادة بنتة فيل مادة خمسين يعني فيها خمسة بروتون قوة وخمسة إليكتر طبعاً أخيراً؟ مادة كثيرين وصعاً الشرطة هنا مثل الفورسة مادة الفورسة مادة خمسة؟ فيها خمسة إليكترون أو ترشير معنى كده أربعة من هذه الشرطة طبعاً الخانسة هم؟ مادة؟ مادة؟ يبقى كثير سريع جداً هنا بقى دول مرتبطين بتوقيت دول كل دول مرتبطين بتوقيت التبون من جامل جداً لكن صاحبنا تخيانس الوعي التالي ده مرتبط بإيه؟ أجل لو درجة تحرارة القوف الحاجة بسيطة جداً خمسين كيلوين أو سيتين كيلوين كافية جداً منها تكسر طبصة ده وتكسر هنا يبقى عندي فيه إليكترونية ده لتحركه حد ده كون ده مهول لا يبقى المادة اللي برمان زبتها خياري ده عصد كده والآتوم فيه مثلاً اللي هنا حصل لها بروكري يبقى هنا أبقى فيه إليكترون وإليكترون لكن فيه كان واحد بولس وانفر 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 بقى اللي المادة دي في الحدد عدد الإليكترون ايه؟ أبقى هي دي اللي تبتسميها إن الطائر مدين وانفر المادة لزي ده لها إن كل ما كان عدد الفوسفرز ذا هتحضوا كل واحدة من الفوسفر دي كده إليكترون فيها الإليكترون إليكترون اللي بتدقونه ده المادة دي ما كونيتش قدامها هول خليبانكم بقى واردوك في الكلامة بيسموا زرات السيليكون خوست متينة اللي هي المادة اللي بتستضيف الحاجة المادة الأساسية كلمة خوست معناها المادة الأساسية الفوسفرز اللي انت بتحضوا ده بيسموه دوبات أو الشوائل اللي انت بتحطها داخل الماتيري عشان كده دي بيسموها الدوبينج الماتيريال أو الدوبينج المادة اللي انت بتشاوه بيسمي كونتبتورك وتحطه بنسمي حيث دي عشر خلق قويس دلوقتي حتى تفهمها قوي الفرق من الدوبينج الماتيريال والألوي المهم بس انت دي تفهم ان وجود مادة بنتة بني مادة خمسية يساعدك ان تيبقى عندك تلكتوم زيادة لكن مالوشي ايه؟ غل موافر اذا ما عملك يتعرفين ان المادة دي حيبعدد الان في مقبر هي دي اللي بيسموها في الحالة دي الم طيب متى ايه دي معانا؟ كلمة الم طيب بس اسالك هو بقى سؤالهم في المتى المادة دي نوترر ليه؟ بيقى اختة بس المادة دي اساسة في خمسة بروتون جوه بقى وكان بره الالكترون خمسة ايما ما زالت؟ نوترر خم في بقى انت تتكلم على الالتشارج الكلية لازم تلقى نوتررر لكن المهم ان اللي بيتحرك عندك هيبعدد الالكتون فيه اكتر من الهول لكن المادة ككل يعني لوحد داخل السيمي كوندكتون ده بحاله يوصله ككل عدد الالكتون زي عدد الهول ولا عدد الالكتون زي عدد الهول دي فيها بلاس فايف بوه ومائنس فايف برا دول بالضبط السيليكون فيها بلاس فور جوه وبره مائنس فور برا فإذا كلهم ما زالوا نيتررر لكن كل من الخامس بيقدر انو يتحرك معاك انت بتقول مادة هنا ان طيب معناها الموبرول الالكتون اللي عندك اكتر انها موجودة نتيجة الماتيريا اللي اللي موجودة عادة طيب دي عادة بس خلي بقى ونحن انهم واحنا بكتكلم هنا ان فيه وفيه وفيه طيب طيب الادم دي موبايل ولا طيب ريكس الحديثة تتحرك طيب 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 خلي بالكم السيليكون دكتور فيه نوعين من الطيب فيه اللي هي بقى الاتوم وفيه موبايل تشارج بتقدر يعني سؤال انا قطيت الاتوم دي مربوطة جميلة بكل الاتوم دي ما تتحركش مين اللي يقدر يتحرك اه الالكتور ده يبقى خلي بقى اي مادة سيني لازم انتو بص انت بتتكلم على ولا الموبايل التشارج سؤال ده لما تتكلم على التشارج بتتكلم على الاتين ولا ها ها التشارج التشارج معناها بيساوي هل انا جيت قلتلك البوستر ده او نيجل ده موبايل لا يبقى التشارج موبايل هنا في الخامسة هنا في هنا اربعة ولكن في واحد نيجل ده موبايل يقدر انه هو يتحرك طيب دي لو كانت البند موجودة في وبره في يبقى طيب طيب لو البند ده وهيبقى عندي وهنا هيبقى عندي هور لو بيت تشارج التشارج موجودة موجودة تعطيب يتقول هنا فيه طيب فكسد اربعة فكسد ولكن في واحد موبايل هنا هيبقى عندك ثلاثة فكسد واحد موبايل وهتقدر انه هو يتحرك يبقى هنا التشارج زالت زايدة الخيان ده لو مش واضح حاكي لك معادات تشارج ندارتي ما تقلقش ده ده دلوقتي بقى بنتدى او تعمل وانت بتبص على السيمي كوندكتور لازم تبص على النوعين من التشارج مين من هم فكسد ومين من هم؟ موبايل طيب سؤل اما نيجي نتكلم على القرم بعد كده هنتكلم على مين طبعا؟ الموبايل عمرك ما هتتكلم على الفكسد فكسد مش هستببقى؟ انتقاب عشان برضو ده بعضوكو ده اللي بيحصل قدادة بعدوكو ما ممكن تقلش في معادات القرم بتحصل المشكلة ايه المشكلة اللي عنده؟ انه مش واخد بالو انه يبص الفكسد والا على الموبايل لازم ساعته ببص على الموبايل التشارج بدليل حاجة بسيط جدا الخشب فيه انت المعلمة فوجة؟ فيه؟ مش ايه قادة فيها؟ طيب عمرك بتلاب ما تتكلمش ابنا على طيار في الخشب ليه؟ انه كلهم فكسد التشارج المتال توصيله كويس جدا ليه؟ ان عدد الموبايل التشارجي اللي فيه كتير جدا لكن كلهم متعادل ولا مش متعادل كلهم متعادل لنقدم ستاعة الكشب متعادلة المتال متعادل لكن المؤمنة هم تحط فيه لتقدر تحرك الموبايل التشارج طيب نربع بقى نكمل الحاجة طيب سويا ازاي تعدلوا المادة دي؟ يبقى فيها عدد مول اقدر؟ هل هنا؟ لو حضرتك شرب دي؟ من هنا؟ ياه وحطت دي متى بورن؟ لو دي متى بورن؟ بورن متى؟ البورن سلسين هم؟ خلاص الاوطع شرب بتاعها كم؟ ثلاثة طيب يبقى هم؟ ادي ثلاثة شرب هنا وهنا وهنا وقمت they معنى كده ان البورن ده هنا هل هنا فيه اليتروت؟ لأ دي كمينة عندك هول؟ زيادة يبقى أنت عندك المادة الهول اعطيتك هول زيادة في المكان ممكن المكان ده ممكن جداً الاكترو من هنا يمتغل يقل الهول دي راح في كادة يجيب من هنا اقدرت نأخذ هول دي راح في كادة يبقى انت ساعدت المكان الذي فيه هول انه هو يتحرك ولكن التوتل بتاعك برضو مازال نيوتر رجل ان هنا فيها ثلاثة وثلاثة نيجة والتانيين كلهم اربعة وثلاثة واربعة نيجة دلوقتي مفضوطة قبل ما انت لن نقط لي وارجع بقى على السلايف معاك المنات الموضوع ده على السلايف في كزا حاجة عاوزة اول حاجة المعادة دي هي طول متى تتكلم على فيور السيني كوندكتور انت شات المعادة دي مفضو السؤال بقى انت بتزهدك طيب وانا مرحبت مادة خماسية طيب انا زودت عدد الان حينو دي كب انا زودت الان ازاي بوري يقول لي حصل ضرب الاثنين دولي شاوي لانا ايه تتوقع كده فيسيكيلي او متزود عدد الان هاي صغيري ايه ده بقى السؤال انت حصلت ضربة مادة ليه انا مزود الان البي بيجا يعني لو تجدوا بتلت المعدة دي فات لو تلت دور معنى جدا لو تلتك ان الان زاد عنايب البي ايه البي ايه محطوب اخيني وزودت طب هو انا محطيت الالترون هو زود مين الان هنو انت شاكلي اي عرفة بالبيت لا هتعرف ايه بعد كده شوية ليه هو هيقلل لك ايه البي فعلي بس ايه يعني الليتشورت اللي جاية اللي بعدين هتكلم باش مهندسين الناس اللي بتتكلم بيه باش مهندس بسان انت لست مشوف تشوى هجال دي بسيطة جدا بسيطة جدا بجالة ايجابيتها كلها هتطانع بيها تسوين بس انا مهندس في الاول بسيطة ثانية طاقة تفتح شوى يعني لو عملكوا فتح فعلا عدد الالترون طب اسألكوا سويا عشان بسط يعني اريحك ليه ان عدد الالترون بيزيد عدد الهول ممكن اسألكوا سويا افردوا ان كنتوا عندوكم مانت الفصرص هنا اللي فيها الخامس ده صح والله وسويت انت عدد وفردت الفصر مش ممكن الخامس ده يروح يتحشز مكان الهول ردت عليها لو رأت اعرف مكان الهول حاليش الهول ولا لا يبقى انت زويت عدد الهول لكن عملت ايه في عدد الهول انا كنت فكرت شوى بس انت بتبنى انت صورة يعني انت بادي ايه ابردوا هتضب عشرة الهول وعشرة الهول باش مهندسين لو سرحتوا ديه عنده بس عشرة الهول افردوا عندك مادة بيور سيكو مادة ايه؟ بيور سيكو وكسرت عشرة الهول هيبقى انت المكان ملعب عشرة وعشرة م تساوي بي ساوي م اي بعشرة خلاص؟ طيب افردوا انا حضرتكم جئتوا في المادة دي ورحت حطت لي اربع فرصة كويس؟ الاربع فرصة لو انت حطت اربع فرصة مفروض الاربع فرصة رديدوك ايه؟ اربع فرصة اربع فرصة اربع فرصة طبعا ساعتا مش ساوي النايب انت حطت مادة من برد طيب سؤال انت بكده فردت لي فردنا كوينت الان طب مش ممكن كان واحد من الان ده يروح يروح في مكان الهول طب لو راحت قعد في مكان الهول هتبقى الان اللي عندك هنا كان وهنا تسع صح حولك؟ سؤال الان زادة طولة ما زادتش عن الاول زادت والهول كما هتبقى فالعجل منكم مراقش حجر كبير سبها حرجحها بك مرة واثنين وثلاثة وضعيش نسيبك اولا في الحاجات التي هي الفيزيكا ميني ده؟ قعد بتتعلم اتبقى الاخرى انتو كتجري مختلفة واي للناس كده لو قدامك مين طولة بتحطولهم نفس الانسان ما تبقى بش كلهم نفسه بالطبع فاذا انا نازم انا برضو في اساعد الناس شوية انا عنده القدر اعلى من المجينيشن ونفاقش بس ده مش معنى ان انا هخطوا اللكتشرف على الليدل ده اقف على كده هلق مرة تانية بس الانسان اللي بيحاول وممكن يهو يرى النهاردة شوية ادور كده ليه سمي كوندكتور زده سمي كوندكتور اللي بيحصل فيه ده ساعد ناسه اللي هو عاوزينش ان شاء الله انا في الكتشرف جاية هتكلمك بالتفصيل هو هتكلمك بالن زادر وهو عمل هدف كمان بالحكسابات يعني هنا بدي تهلك بفكرة ازاي ده يزيد ده يان لكن هعمل هدف بالحكسابات انه هاي بغض المنظر المادة دي أو طيب ده اللي عنا بصنا على الاسلايدي بقى نتفكر في الحاجات اللي هنالنها دي وبعدين نكمل انا اقف يعني او شدي الجزء دي انا محرد بس هشوف الاسلايدي الجزء انا عارف ده اول محابرة باش ما تصير انا سمعتم الناس اللي تتكلم اللي منه فاتت منه حاجات يوضع يعوضها بالحكسابات انا ده يلقيب السيليكون واضح ان السيليكون اوضر شير بتاعتك ادي الضرفعة عشان كده احنا مبنيجي درسمها بالشكل ادي بدي سيليكون لكن دي سيليكون كريست لو انت حقطرتهم كلهم اللي انا عادي برضو افهمولك احجبها لك بس معاين مرة اللي جاية ان انا نحين سيب احط دي الشكل ده مش مستوى كده ده شكل في السيلي دي منشن سيحوره لك مرة اللي جاية المهم انك انت بقى ناخد معاين معاين ونبتدي ما احنا نفعل لو انك التديد ترفع اكتر من زيلو دي جري كيلفن طبعا بعد البوند دي ايه؟ هتتكسر طبعا لو اتكسر البوند ده هتديك الكتر والمكان بتاع ده عرفنا ان هاي ده اكترا هول موجود عندك اوكي طيب الاخترا هول اللي موجود عندك ده ممكن هنا بوند تتكسر ترجع دي تعوضه والخول دي يظهر في مكان اخر عشان كده احنا اتفقنا اني لازم هنقول في الانترينز الهولد يوم سيلي كوندكتور لازم عدد اللي سوى عدد دي سوى عدد الان اي والان اي بقى ده اللي بيسموه انترينز كالية كونسنتريشن بالمفهوم هي كان اتوم اتكسرت في الفوليوم اللي موجود عندك عند درجة حرارة معاين يبقى ان اي ده طبعا بيهتغير مع درجة الحرارة وبتغير مع نوع ايه؟ طيب ده اللي احنا وصفا بعد كده ده عاوزين يتكلم على هنا كل الكلام ده عن مادة مادة دوب يبقى كلمة معنى المادة دي ايه؟ دوب انت فاهمت البلد حباب كم طورية؟ مادة أو الخماسة الرموز يعني خماسة التترا اللي هي الروبات. يعني السيليكون كتر. هتحط له دوت في بندل او بتراييري. بندل خماسي او سلو سكر. ده هنا الاكسبريشن او الشكل اللي دي ودي لك عندك. انك انت هتيجي تقول هنا. المادة الخماسية هتحطها هنا. هتدي لك الالكترون زيادة. يبقى عنده نورمال تمبرشل داعك يتحرر. في الحالة دي هتلاقي انك عدد الالكتر من عدد. قلو. يعني دراك هنا. افروضوا مثلا احطته كم مادة من دوت. طول كلهم هيتقصر. وبعدين يتقصر كمان بتاعت اله وسط نفسها تحت السن. يبقى هتدي عندك N وبين. في الحالة دي بقى خليباتكم الاسماء جاية من هذا. ان الالكترون تسميها مجوريتي كابير. انها العدد في المادة ال N هي الأكبر. وبييجي طبعا كلمة الهولز يتلقى كلمة مينوريتي كابير. يبقى الاسم بتاع مجوريتي كابير ومينوريتي كابير هي تبقى. هل عدد ال N أكبر ولا عدد ال B. في البيور سيميكوندكتور الالتين زيادة. طيب. هنا ده العكس. انك احطيت في المادة زيادة كده. حطيت مادة ترايبين. الترايبين يمتدعتك حتى تخليك هنا في عندك هول موجود. فجول موجودة. شيء طبيعي. لو تديد بقى تقصر من الاتومس حتى فيه الهول. ولكن في الحالة هنقول ان الهول هو المجوريتي كارير. وهيجي نقول على الهوليتي هي المجوريتي كارير. اللي موجودة عامة. طيب. بصوا بقى. انا سعدي لي بس كده. سريعا. دي بقى حاجة تلميني جدا. شوية انه كنتم تبصوا. بصوا. هنا دي انواعي سيميكوندكتور الالتين. ادي الجاليوم عاصمين. الجيرمانيوم. السيليكون. طيب. بصوا كده. الجاليوم عاصمين اكبر ايدا جيجاني. السيليكون اعال 1.2. اللي جيرمانيوم اعاله. اللي موجودة هنا ده الكارير كونسنتريشن. سواء. هل ممكن في مسألة اقولك كارير كونسنتريشن وسكت ولا لازم اقولك درجة الحرارة. ها? لازم عند درجة. معينة انك اتعرف لو اتغير بدرجة الحرارة. هتتغير بصابة. عشان كده دي بلدان مهم جدا. بيقولك ادي حدد الكامير كونسنتريشن بس عند كامل. تلتمية. تلتمية. بصوا بنا. اللي اصبر الباند جاب. العدد عشرة ستة. الانجي باند جاب بتاعته. اما صغرت شوية بدل عشرة ستة بعشرة ستة بعشرة ستة كامل. عشرة ستة عشرة ستة. كل من يجيه جاب تصغر. عند نفس درجة الحرارة عدد الاتومجل تتكسب. بيبقى اعلى. تمام. الهجيرمانيوم اللي هو اصدر باند جاب فيهم. هتلايه ايه؟ عشرة سكام. تلتمية. 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 يبقى دي عدد الاتومس اللي موجودة عندك اتخسارتها. وضحك من فتوق المجموعة دي. طيب. درجة على حاجة تانية بس سريعة كده. او دوليكو. بعض المعلومات. اللي بقى. اللي انت عاند كله عندك هيبقى كرفات. كرفات هتطلع منها معلومات. بقى طبقها يعني هتتعود شوية على طريق اللي انت هتعملها في الدزاين. يبقى عندك الفورمولاجي. الفورمولاجي كتيرة جدا جدا بتفع عبارة عن جرافي مش النعم. او حاجات الارثام لأ تبقى حاجة زي كده. تعالوا بقى وقت بصوا هناك. دي واحدة انفضل. مش منسيني. هنا نتأكد لتلات موات الجرمانيون سيليكون جاليو مع صنايه. التغير هنا مع درجة الحرابة. تعال خد اي واحد فيه. اي واحد فيه. زل مدرجة القرارة طبعا عبدالاتونا حتتكصف هزي. هتلاقي طبعا الجرمانيون اعلى واحد فوق عشان ايجابي. قولي لا. السيليكون اقل الجاليو مع صنايه انا كتير جدا انا واجبك في مسألة مثلا انت محتاج للن اي انا ما اقولكش للن اي في مسألة هكومي ديك الكرفة ده فلو اردت مثلا انت شغال عند ربعمية كرفة طلق ستحديجي هنا عند ربعمية كرفة الهيل الكرفة تعالى عند ربعمية ادي دي الواليو الن اي الواليو بتاعت السيليكون انزم يبقى اذا انت من الجرافة مش شرطة بقت يتقول انا عاوزت لو ديكت الجرافة خلاص هتبتدي انك انت تستخدم برضو معنومة اخيرا عاوزت انك انت تبتدي تفهموها انت كتير جدا بتعتقد ان ال اي جال سبت اللي هي الانجي جال بتاعت النتيلة لا الانجي جال بتاعت النتيلة برضو بتاعت النتيلة برضو بتضاير مع بدرجات الحرب بس تضايرات طفيصة تعالوا بصاعد كذا مثلا ادي السيليكون كلكم عارفين السيليكون 1.1 طيب 1.2 انت عند كم؟ الهوم ايه؟ الهوم ايه؟ لو رجعتنا مثلا هتألي اللي هي عند 1.2 صح؟ لكن سؤال بقى لو زودت درجة الحرب هتلاقي اي جال مانحة؟ طبعا ما تستطلبش حاجة زي كده انتو درست معايا اي جال بنتتوقف عن الانتر اتوم الدستانس عشان طبيعا انت بتسخن اي مدى ايه بيحصل في الانتر اتوم الدستانس؟ بتوسع او لو بردت بتقل تتشير طبيعا تدوقع من الهي جال حتى التغير بس هانسوا قد تغير ايه جاب تغير القوى؟ بصوا هنا لو رجعتنا عنده هوم وسخنط غاية 800 يعني شوفوا انا من 300 ل800 طبعا هنا درجة حرارة عالية جدا 800 ديجري كده دي لو عندك حاجة الانتر سيح طبعا حطولي السيليكون ما بيساتش طبعا اه ان السيليكون دكتور درجة الحرارة بتاعت السيليكون 1650 يعني عشان يبتدي الى شبه ملتن لازم تعدي 1650 كيلتر وطبعا السيليكون عشان كده بطول الوقت ده مشغال معاك مفيش اي مشاكل لكن لو قالوا منه كانت عند 620 يبتدي الى ملتن مكينتر طيب لو انا بصيط هنا شوف انا غاية موصلت الـ 800 قريب من مين؟ من الون سهلا؟ يعني هو تغير فقط من 1.1 الى 1 خلال ما انا رفعت الـ 800 الى بصيط معنى كده ان الـ ههي في درجة الحرارة؟ لا عشان كده طبعا لو انت سخانت بقى 3040 درجة طبعا تحسش بتغير دين جاء يعني مثلا زي الزبع ايه في تلفزيون ولا ولا درجة الحرارة بتاعتك سي مثلا بتبقى 27 درجة لو انت ستشغالك او البروسيسور حتى سخن بدل 4740 درجة دور 0 حتى بـ 200 درجة ايه في تغير بـ 200 درجة؟ وانت تغير هنا كم درجة؟ سبعين سبعين طبعا حتى تغير 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 أولا انت اما ريالت 500 درجة تغيرت 0.1 فطبعا بتغير درجة قرار وليلة هيبه تغير بسط برضا ننسى الحكاية لو انت برد اه ايزين بس ايزين بـ 400 يعني انت ابردت من السفر المطرخ حتى بدلا ما هو هيبه 1.12 هيبه تقريبا هنا 1.28 يعني معنى كده برضا ان التغير مصير كده 8 من 100 الى تغيرت عندك كل لو انت بصلت لها بصوا باع الكانليا الكونسنتراشن دا بصوا باعكالي الكونسنتراشن دا بصوا باعكالي الكونسنتراشن لو انو شغل عنده هروم على مادة السيليكوم بصوا كويس عنده هروم كل مرة. بصوا على الـ scale متفضلكم. هل ده linear scale ولا log scale? log scale يعني بتغير order and magnitude. يعني انت دهاتي تسوى. لو انت بتقس. لو انت بتقس. لو انتبك هنا مليون. هنا مليون واحد. هنا هيبه مليون وكامل. واتنين. ده مفروض كده. ده linear scale. بس بصوا هنا. ده عشرة اص خمسة. اللي وراها عشرة اص كامل. ستة. الوراها عشرة اص كامل. سبعة. هل ده بتغير linear scale ولا بتغير order. order يعني مع عشرة اص خمسة. ضربك فعشرة. بعد كده ضربك فعشرة. مش الجماعة فعشرة. انت لو تخييرت دي لو linear scale. هتبقى بحتاج يديه عشان بتشوف التغير ده. هتبقى بحتاج ورقة مهولة. لكن طبعا الـ log scale سريع. هتتعودوا على الـ log scale. اسكلوا رسوماتكم في الفيتر. في معمل الكهرباء وكده كلكم هتستخدموا الـ log scale. في السير. لما هم تجي ترسل حاجة بتتسلموا على الـ log scale. هتتعود عني عاملاتي. انا هبقى معاني برامة في الاول الحقيقة. الحاجات الاول جايز جدا. انا هبقى باقي ادبهت الكلام ده. عشان تعرف تستخدم. المهم بس دي احضر بس. شوف لو انت عنده قوم عندك عشرة اص عشر. لو سكنت ربعمية مية درجة هتبقى عشرة قصة تلاتاشر. من عشرة قصة عشر قصة عشر قصة عشر قصة عشر قصة عشر قصة عشر قصة عشر. هاتبقى يبقى هنا. هنا انت كنت بتتغير تغيرات بسيطة جدا. لكن موضح بقى طبعا فتكالي الـ concentration لو ترفعها فتكالي الـ concentration بتتغير تغير كبير جدا. انت تم بقى ألف مرة تغيرت لو انت رفعت هاتبك. بس لها. انت عالد معكوا شويات حاجات كده. مغرد يعني بقى ارقام هسدخل عليه ان بعض الناس بيبع Nixonstart المتدرجة Beth电 Kurk 굿 بقى ارقام لتصنع من موتد کانو zaرتي بصلي عن كل دبض باجان بابيك بناةouvك هن ستكون بلبض بكم и عشان الكلام ده لو دوارت عليه في القموس قدين كلهم بمعرفة لو دوارت على اللوين ودومين ما تبقيت في الخاصة دي حاجة ليه كنت بس كما ينتدى للأرقام بس اجل معرفة انت عندكو في مشكلة كبيرة جدا انت اي مسألة بطلحة 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 مبارو بزي الناتج مولتش لقب الناتج ده كده او عدقة الحاجات دي تتعمل في الفاتحة ده بجد ان الارقام هي الاساسة يعني لذي ما عندك سنس بالحاجة انت بتكتبها مثال الترانزيسترز يمر فيه current maximum مثلا مئة مليار تحط اللي انت عشرة بطلحة بطلحة بتكسد فرغة بقى بتحت تمامل بقى هنا ان ده ليوم هنا نزال كوانتا ميكانيك مش تنجر يعني فعلا بجي اقول لك طننين ثلاث تمامل عشرة سبعة عشرة سماس ستة وهي انا عذرك ليه انك لو ضدت فالحطان مفيش عندك حاجات تدتكتب يعني ليه؟ الترانزيسترز والديود والحاجات دي كلها دي حاجات براكسي مثلا مفهوم ان الديود مثلا عمر ما بماشي حاجات الا دي الميلي فانتا انت يصلت بجيب لي داوط وانا عنديني في مئة نلا مئة ان داوط لأ طبعا الحاجات دي بقى هاتفك اللي بيخليك تقدر تكتب الكلام ده تفهم الاخطاء جي منين بعض الارطان اللي انا حدها لك دلوقتي وانت شو هانسينها دي حاجة بس براكتكة الكيسة انت الحقيقة المفروض في اخر الكورس ده انا ممكن اطلب منكم بروشكت عملوه صرف وزغيرة كده وساعدتوا اندخالكم معا مراتيسوها وكده ان فشكلت عددكم طبعا انا انا حفولوا العدد داتا لكن اللي منكم هيحاول اعمل ابتداد دي انا مستعدة سعب الى حقوية يعني من ناحية الامكانية انا خليلت اولي دي لك السيسكوبة دي لك اجد هو لا فوقت الرسم بتاع تتفرج براحتك قدر بصنكم دي واحدة بس برقامة باش مهنز لو حدنكم بص على الان اي عن تلتمية دي تيلفين كانت بكامة حد اخد للك الرقم كامة دي عشرة سكامة عشرة عشرة دي اعقو مفترة باش منسين قلنا اي على تفرات السيليكوم اللي انتصر عنده تبتمية داردة عشرة سكامة عشرة عشرة ترخم ضوائل هم جمعانا بس لها لها رقم ضخم ولا ضوائل يا جمعانا عنده دايما نحتي بيتقرر تبقرر الريتر يعطي بس مخططة يعني انا النهارة عشان يقول عشرة قصة عشرة ده رقم ضخم او رقم ولاية مش لازم ده بدي في حاجة تاني طيب لو اعملت ويفكر يولي طب هي عدد ثرات السيليكوم كان اللي اتكسر منها عشرة سعشرة مش ده المنطقة الجماعة لو سمحتوا هي دي الطريقة المفروضة انا كنتا هتفكر انا اجي اقول لك البنية كبيرة او اصغيرة ما حدش يمكن انت اقول كبيرة اصغيرة كبيرة اصغيرة ريل الدجليمين صح؟ ضيب بصر لو انت عندك سنتيمتر مكعد من السيليكوم ركزوا واحد صنطي في واحد صنطي في واحد صنطي على الظرات السيليكوم اللي اتبعت السيليكوم 10.3 كيف؟ يعني عندك مكعد من السيليكوم كده فيه عشرة اصي كامل 10.3 لو انتنا اتكسر من العشرة اصي 23 دول 10.10 يبدأ رقم جدا بالنسبة له في عام انتم متخلينين الرقم ده معناه ايه؟ يا عشرة بس عشان تفهم ده معناه ان كل واحد قدامه 13 سفرة 1.2.3.4.5.7.8.9 10.12.13 كل العدد ده من السيليكوم اتكسر قدامه واحد ما هي كده متى لو ما خلت الريشو دي الى دي عشرة اصي 23 على عشرة اصي عشرة قدامه عشرة اصي كامل تلتاشر يعني ايه معنا عشرة اصي تلتاشر يعني كل عشرة اصي تلتاشر اتم اتكسرت ايه؟ واحدة سواء بقى هل العدد اللي تكسر عنده هل هو عدد طفل؟ لا طبعاً ده بقى عدد تاسي جداً قليل جداً بالنسبة للبراط السيليكوم طيب بصو بقى عشرة اصي تفهموا اللي اعجبت الدوبينج لا احنا مجد اولاً ايه فرق بالكلمة؟ اللوي ودوبينج احدى واحدة بس صنفة دوبينج معاً انجلي شوائس اصيقهم لدن واحدة اللوي دايماً بتطلق لو الريشو ما بين 2 متى 2 توان 3 توان يعني اما تيجي مثلاً في الباطل الطيارات هو بيتصنع من الالوي والالوي معينة من الامونيوم ومثلا الستيل والقبض يقول لي الريشو بينه 3 الاثنين لوحدة يعني 3 الاتوم من دي 2 الاتوم من دي 1 الاتوم من دي 1 يبقى واضح ان الالوي الريشو دي ما بتطبقه متقربه طبعاً دعالوا بقى ما تقول كلمة دوبينج عشان الناس اما تسمع كلمة دوبينج دوبينج بقى يقول لك ايه؟ يقول لك دي شوائد لا يمكن تغير طبيعه المادة الناس دول دوبينج تقولك ما تغيرش طبيعه المادة طبعوا لي نساء بسط احنا مش نتفاقنا ان السيليكون دا بنحط له مادة اين او مادة لي تعبوصه لو حطرده مادة دوبينج يعني مادة بتديله بليكم اللي هي الامة طيب تخلده دي كانت عشرة بس ستاشر تركزوا بس كم عشرة بس كام ستاشر هنا وانا حطيت هنا عشرة بس ستاشر اكبر طبعا عشرة بس ستاشر بعد ايه؟ ضخم جدا بالنسبة لك كام مليار صحيح عليك لكن لو انت اخيات هنا حطيتها عشرة بس ستاشر هنقل بشو دي تبقى عليه؟ ها؟ لا لكل كام زرة سيليكون هيكون قدامها زرة من ها؟ الدوبين الريشو كام هذي معانت؟ هذي معانت؟ الريشو كام ستاشر 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 انت بتخير عشرة دي قد ايه؟ يعني كلها ايه؟ ايه؟ سؤال بقى هذي بقى يوح تخيلوا كده لو انتم في الكلية ايه؟ عدد والفهم الف طالب وبيبت في واحد عجلاني باقي غير التلتشف ايه؟ ولا غير شاكرون ايه حاجات ده تقول حاجات تمحو تماما بجمال الله ايه؟ ايه؟ عشرة مليون شخص حطرته واحد الكارتاليستكس مختلفة معناك ده ايه يا سواء امام من الدوبين ده هل ايه جبانك بتاعت المادة دي تضاير وتفضل في محين؟ ايه؟ ايه؟ طب ايه كدت الدوبين؟ لكن لو قلوه تضاير ولا تضاير؟ طب قلوه ايه؟ ايه؟ هلو ايه؟ ايه؟ هتبالماده اللي عندك مختلفة لايه؟ لايه؟ ايه؟ تفهم الدين وفضل؟ طب سؤال يقعد بس عشان اوليت بقى الارقام لو احبتوا حط دي هنا هل الكوندكتفيت تاعت المادة تغير تغير شديد وهيه؟ ليه؟ بصوا كده فكروا عشان انا اتبطت الحاجان دي بالارقام فضل لو ده اتحط هنا دي قعدة بشوء سينا؟ يقعد بشوء سينا؟ عشان تشوفها بالارقام احنا اتفالنا ده اللي اتكسر من السيليكون ولا ده؟ طب اللي اتكسر من السيليكون لو هتديك اكتبه كده هتقول يبال N هتساوي B سوي عشرة سينا عشرة سينا عشرة سينا وطب لو الدوبين ده المادة الخماسية دي حط الدول وكل واحدة من دول اديتك الكترون بزيارة دي هتديلك كم من الكترون هم؟ هتديلك N هيا بكامل هم؟ عشرة سينا ستاشر طيب يبال مادة الاصلية اديتك عشرة قص عشرة الدولين اللي انت حطيته اديتك كامل عشرة قصة ستاشر طب يعني اديتك كم مرة قد المادة الاصلية؟ مليون يوم مرة؟ كنترها ولا؟ يبال ما عدد ان حقيقة انك حطيت مادة قليلة جدة بالنسبة لعدد المادة الاصلية بتاعتك لكن تأسلها انت لها العدد من الكامل ايه؟ كبير كامل كامل طيب يناس من مرة تدخاش مرة تانية لو فمحت تركز محت باش ما انسينه والله ده العلاجة الوحيدة انك تبطي تشعر بالارقاب انك تتحطي بحاجات زي كده تأتفاقه فيها انك تتحوي انت بتحيله ما بتطرج يعني بعضوك يقول لي ايه؟ ايه انت ما انا اعمل ايه لو انا حطيت المادة وليلة او في مادة تانية احيي انت بتحط المادة وليلة او في مادة تانية هي دولة بالنسبة لي شوية حاجات صغيرة جدا لكن هتغير تغيير كبير جدا في عملية التوصيل تعالنا تشوفها من هنا بسيطة او المادة السيليكون عشرة او س تلاتة او عشرة لو انا حط المادة زي دي جواها ادي ريشو كل عشرة مليون في واحدة خلص يبقى اكيد دي شوية ان دي بالنسبة لي معنا قطعت تخالي انت فعلا لو عندنا هنا في كل ايه كل عشرة مليون طول ايه طول مختلف تعمل ده يعتبر ده يبقى في مستوك طيب تعالوا مستوك على الكاسم هاي دي او ليلة لكن تعالوا الاصلي بيتكسر منه كم؟ عشرة او س عشر خلص ايبا ادينا الكترون بعشرة او س عشر لو يتحطي الدول هنا ورح اتكسروا الخامس الزيادة ده هاتي بعشرة او س كم؟ ست عشر تخيل لو انا قلت لك عشرة اسو س substantial شك啦 كل ما اونكو يارفين معنا؟ حي عشرة اسو س intr dej تك summer يعني فعل لو احد منكم حاول يجمع عشرة اسو سyangش عجرة او س negatives elin هاتي صلة يعني لو احد منكم انا اعاو ذي اكملا니다 احاوا المفخرج هحطه واحد كده اجيبه الست نصفار كده بعدين واحد الكامل نصفار. ده ولا حاجة طبعا بالنسبة للي موجود فيها التالي. معنى كده الدوبين للزواجة هيدينك عدد مليون مرة قد في كده. يعني معنى كده. لو المادة البسطية اتوسط الطيارة وانت عملت لها دوبينج. الطيارة في حالة الدوبينج هيدمية عشرة مليون مرة قد في المادة اللي هي المكان الطيور. فانتوها بب. كما اتعاطي المادة. اوكي. كده انت ابتديت. يعني اخطي ايه دك شوية. انا ليه بعمل دوبينج مع بعيد. عرفتك الكلام ده انت اخذتوه في سبب. بس انا الان اراهي لقدمت دوبينج. والكلام ده يعني يريدهم من درسهم. والله عبروني التموح المشاكل اللي انا بتقابلني في القورس ده. الكلام يقول ديكت شرط اللي دهولتون سالوية اثنين او ثلاثة. اللي اخططوا بيهم الدنيا حتى بقيت فهم الدوبينج. خلال المادة البسطية. عملت لكتقص. يعني. اللي اخطط دي. الناس اللي بتتقاني بيوت. خلاص انت فهمت انا الناس اللي جاد متأخر. انا هدي الحق والانتين. فان شاء الله انت مرهبتك بل تحضر الحق. الانتين هتبقى في مدرج اربعات. طبعا انت عاوز التوازع زي ما انت عاوز. اللي اخطط دي انا هديها المنزوبة تفعب بقيت في بكرة ان شاء الله تبقى معهم. وبعد كده بقيت هنبتدي ان احنا الكامل اخطط.